بعد يومين من إعلان مقتل محسن الكاني وشقيقه عبد العظيم وآمر لواء التاسع عبد الروهاب الميجري والفوضى التي أعقبت الواقع يبدو أن ما راجى من أنباء حول تصفية عدد من المدنيين في ترهونة بينهم مسؤولون وأسرى بات يتأكد يوما بعد آخر المجلس رياسي دان في بيان له ما سماها سلسلة الجرائم البشعة في حق أهل ترهونة بعد عمليات قتل وتصفية للعشرات في عدة مواقع بالمدينة وعن الجهة التي ارتكبت هذه الجرائم اتهم رئاسي من وصفهم بالعصابات الإجرامية التابعة لعمل تلكرامة بالوقوف وراء ذلك متعاهداً لأهل ضحايا بملاحقة مرتكبها والقصاص منهم الرئاسي طالب في بيانه المجتمع الدولي ولجنة العقوبات الدولية باتخاذ الموقف الحازم والإجراءات المناسبة تجاه هذه الجرائم داعياً البعثة الأممية إلى إجراء تحقيق عاجل في القضية والعمل الفوري على وقف هذه الانتهاكات وفق نص البيان رغم حالة الغموض وشح المعلومات التي تعيشها المدينة إلا أن مصادر متعددة أكدت قيام مسلحين تابعين لميليشيا الكاني بتصفية عدة أشخاص داخل المدينة بينهم مسؤولون سابقون إضافة إلى اعتقال العشرات وذلك انتقاماً لمقتر محسن الكاني وقادة آخرين كانوا مرافقين له قبل يومين الوضع الضبابي وحالة الاحتقان التي تعيشها ترهونة يتزامن مع تزايد المخاوف حول مصير الأسرة تابعين لحكومة اليفاق المتواجدين في المدينة وعدم وجود أي ضمانات بعدم إلحاق ضرر بهم جرائم انطلقت عقب دعوات للانتقام وحملة تحريض من شخصيات وقيادات اجتماعية في ترهونة خلال مراسم تجهيع الكاني ومن معه حثوا خلالها أهل ترهونة على حمل السلاح والالتحاق بالمحاور في وقت كان ينتظر فيه الكثيرون أن يتركز هذا الدور في الرجوع عن قرار المشاركة في العدوان على طرابلس والبحث عن حلول للتهديئة وحقن الدماء